بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان في مفاهيم في حياتنا لابد ان احنا نرجعها ونقشها كتير لان في الحقيقة المفاهيم دي ممكن تأثر في حياة واحد وإحنا لما بنيجي نتكلم عن التوافق والسعادة وبنتكلم عن بعض المعوقات اللي بتقابلنا في حياتنا وخاصة حياتنا الزواجية بنيمحطين عيننا على ان في بعض المفاهيم لابد ان احنا نصححها ولابد ان احنا نتعامل معها بشكل صحيح لان في الحقيقة ترك المفاهيم دي ممكن تأكل حياة واحد وممكن تلتهمه وممكن تضيعه ويمكن ده احد تجليات فهمنا لكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفة اذا المفاهيم مهم ان هي تتراجع من المفاهيم الموجودة عندنا واحنا محتاجين نرجعها في ثقافتنا كلنا مفهوم اسمه الرفض الرفض يا سادة ممكن يكون قرار ان انا حد طلب مني ان انا اعمل حاجة فارفضها لانها غير مناسبة ليا وممكن يكون الرفض ده نظر لانسان ان انا بنظر اليه نظرة فيها نقص ونظرة فيها مهانة فتبقى ساعتها الرفض ده نظرة لشخص ويكون ده فيه احتقار او مهانة عدم فهمنا لمسألة الرفض بشكل صحيح بيخلينا ما نقدرش انتعامل معاه في بعض الاحيين لما يكون الزوج رافض طريقة الزوجة او الزوج عند وجهة نظر اخرى فوجهة النظر اللي بتنطلق منها هو مش موافق عليها فيختلط بقى الرفض اللي هو عدم الموافقة بل قد اختار رأي مخالف تماما بالرفض اللي هو معناه ان انا شايفك في محل منقصة ومعانة الكلام ده ممكن يحصل برضو في فترات الخطوبة وعشان كده كلنا شفنا الفترة اللي فاتت تزايدت عدد جرائم ان فيه خطيب اتل خطبته لرفضها ان هي تكمل خطوبة عايزين نعرف هو ايه السبب في ده و ايه اصل المشكلة عن لاقي اصل المشكلة ده جاي من محاولة للفاهم عشان نقدر نحلم المشكلة دي من جزرها ومش بنقدم تبريل لجريمة هي جريمة القتل اللي هي من الكبائر لكن المشكلة ان احنا لازم نفهم المسألة دي نفهم مفهوم الرفض من خلال اللي احنا بنقوله ده لو الطفل نشأ في اسرة طول الوقت بتنتقده وطول الوقت بتطلع في عيوب وطول الوقت بتحطه تحت ميكروسكوب بيطلع كل العيوب اللي فيه بشكل كبير وعشان كده احنا بنبقى مركزين اوي ان الرفض ده مع الاطفال ومه المراهقين بيقدي الى كوالي سنتاي وخيمة وعشان كده احنا بنرفض الرفض يكون موجود في تربية الاولاد وعشان كده حضرت النبي علمنا ان تربية الاولاد لازم تكون بالحنان لكن الرفض ده بيفضل يتراكم 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 ويوصل الى ان انسان يحس ان هو مرفوض من الكل وجمل زي انت هتفضل طول حياتك بهذه الطريقة وانت طول حياتك فاشل ومش هتعرف تعمل حاجة في حياتك ولا هتفلح في حاجة في حياتك كل العبارات دي بتأدي الى ان الانسان يشعر بان هو لا شيء فإيه اللي حاصل؟ فلما يجي تجوز ولما يجي يخطب يتمنى ان خطبته او يتمنى ان زوجته تكون ايه؟ تكون تعويد لي عن كل ده فلما بيحصل له ان هو يترفض كمان من خطبته او يترفض من زوجته مع اطار ان احنا ما منبررش لكن احنا عايزين نرجع لجزور المسألة احنا عايزين يساعد في الحل عشان ما نوصلش لهذه المسألة ننبه ونقوص للخطر عشان الناس تتنبه لده اللي عايزة اقوله ان كتير من الازواج والزوجات بيمرسوا الرفض بنكهة الاهانة يعني هو مش بيرفض المسألة دي يعني عسنا التعبير اللي بيقوله بعض الازواج هو فيه حد يفكر بالطريقة دي او هي تقوله هو فيه حد لسه بيفكر بالاسلوب ده ده الاسلوب ده عفع عليه الزمن فبيخرج المسألة من مسألة الخلاف والتنوع الى مسألة الاهانة لان هنا ده الرفض بمعنى الاهانة وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الشخص اللي جاي برؤية في غاية السوق وفي غاية الخطأ وفي غاية سوق الادب لما يجي الواحد ويقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اقضي لي ديني فإنكم يا بني عبد المطالب قوم مطل فرسول الله يصبر عليه يصبر عليه ليه لان هو مش عايز يحسسه ان رفضه هيقابل برفض آخر اه وهنا نبتدي نقول حاجة مهمة قوي اسوأ ما في الرفض ان الرفض يقابل برفض انتقامي فالزوجة ترفض شيء معين بنجهة ان احنا بتحتقر الرأي ده او ما بتحترمش الرأي ده او بتخلي الرأي ده في وضع غير مناسب هل الرفض بالطريقة دي ممكن يوصل الى التنمر بلا شك اي نوع من انواع السخرية اي نوع من انواع الاحتقار اي نوع من انواع المهانة الاصل ان هو مرفوض ما بين الزوجين ايه الاصل المنع ده قولوا تعالى وعاشرهن بالمعروف قولوا تعالى واجعل بينكم مودة ورحمة اللي عايز يرفض يبين الخلاف مش يرفض بنكهة الاحتقار لوجهة النظر والرأي انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا لازم نفهمها في الحياة الزوجية ان الرفض يا سادة الرفض لو كان بيعبر عنه بشكل صحيح ممكن يفتح وجهة نظر الاخر عشان يشوف الحقيقة لكن الرفض لو عبر عنه بطريقة خطأ ما بيتنسيش وبيعتبر الشخص الاخر نوع من انواع المهانة نوع من انواع الاحتقار نوع من انواع الحكم عليه بانه شخص دون المستوى طب ايه الحل الحل ان احنا نفهم ان ربنا سبحانه تعالى واسع العطاء ايه علاقة ده بالرفض لان احنا وفهمنا ان ربنا واسع العطاء اعرف ان التنوع اللي بيننا دوت ما يعنيش ان رفضي لوجهة نظرك ده معناها ان انت انتهيت او تلاشيت لان ممكن نجيلك معنى تاني يبين دوت جدا 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 في رفضنا مثلا للعلاقة مع الاهل في حد عايز يبقى هناك علاقة دائمة متواصلة مع الاهل وحد بيقول لا احنا مش عايزين نتواصل مع الاهل الا بقدر لكي نعيش حياتنا في شكل مستقل فيعتبر الزوج ان زوجته بترفض التواصل مع الاهل ان هي بتعتبر ان اهله دون المستوى ويعتبر ان ده نوع من انواع الرفض له هو شخصيا مش محاولة لتنظيم العلاقة بينه الحل هنا ايه؟ اول حل لفكرة الرفض عشان الرفض تتحط في نصابها هي الحوار ان الناس تتحاور ان الناس تتكلم مع بعض لو الناس لما حصل فكرة ان انا ارفض هذا الرأي او ارفض هذا المسلك او ارفض هذه الصفة فضلوا في هذا الرفض ما بيبقاش قدام الطرف الاخر خلال انه يحس ان انت رفضوا ذاته يبقى احنا لازم نقول كده لازم عشان الرفض يوضع في نصابه لان احنا مش هنمنع ناس ان هي ترفض بعض الاشياء ابدا ممكن واحد يرفض بس حتى يوصل للخلاف شوفوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل عشان يخلي رفض السيدة عائشة لبعض الاشياء ما يتحولش الى نوع من انواع الفجوة بينه وبين السيدة عائشة يقول لها اني لا اعرف متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة اذا قلت لا ورب ابراهيم كنت عني ساخطة واذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية فقالت والله يا رسول الله لا اهجر الا اسمك فالله حصلت شوف التحاور خلاهم متقربين والخلاف بس خلاف التعبيرات يبقى ايه اللي حاصل يبقى الحوار بيقرم بما بين الناس بيزيل الفجوات ويزيل السوق الظن لان انتقال الرفض من ان انا بارفض الرأي ده او بارفض السلوك ده الى ان انا بارفضك شخصيا بيحصل لما الناس ما تتكلمش مع بعض وما تتحورش مع بعض وعشان كده حضرت النبي علمنا دواء حلو قوي قوي لما انا مش عارف اذا كان رفض الشخص ده يعني مثلا زي ما هي بتعرض عليه احنا عايزين نتدخر عشان نستثمر فلوسنا عشان نحافظ على حياتنا في المستقبل فتعالى نتدخر فالله نتدخر ايه هو احنا عارفين نحافظ على مستوانا الاجتماع عشان نروح نتدخر هنا التعبير دوت بياخدنا شويتين تلاتة نحوة الرفض رفض ايه رفض التفكير لكن لو قال لها انا وجهة نظري شوف ابتدى بايه انا وجهة نظري وربما تكون تحتاج الى نقاش او تحتاج الى وقد تكون صاب وقد تكون خطأ ان ده مش الوقت المناسب اللي احنا ممكن نعمل فيه ده على طول هي هترد عليه تقول له ايه طب امتى يكون الوقت المناسب واضح او الفرق ما بين تعبير بيعبر عن عدم الموافقة على رأي او عدم الموافقة على سلوك وتعبير بيوضينا الى انك انت بترفض الشخص نفسه واضح وعشان كده احنا لازم بشكل واضح نحترم الحوار ونحترم كمان اداف الحوارة بصفة خاصة اسمها اداة ايه اداة السؤال السؤال الحقيقي مش السؤال الايحائي او السؤال الاستنكاري عدرب لكم مثال للسؤال الحقيقي والسؤال الاستنكاري والسؤال الايحائي واحد بيسأل سؤال طب نعمل ايه في الموضوع ده ده سؤال حقيقي طب هو ينفع ان احنا نعمل غير كده ده سؤال يبدوري ان هو سؤال ايه ايحائي هو ينفع اللي انت عملته ده ده سؤال استنكاري يبقى الثلاث أسئلة دولة عن سيب النوعين دولة من الأسئلة اللي هو السؤال الإحاق والسؤال الاستنكاري ونركز فيه في السؤال الحقيقي يبقى لما يحس بأن الكلام فيه رفض يسأل سؤال حقيقي ليه؟ لأن حضرت النبي قال إنما شفاء العي السؤال لما يختلط الكلام كده وأحس إن الكلام فيه نوع من أنواع الانتقاص والاحتقار أسأل سؤال حقيقي أنت أصدك إيه بالكلام ده؟ أو إن أنا أسأله؟ المعنى مش واضح لي ممكن توضح لي المعنى اللي أنت أصده من الكلام ده في الغالب الشخص على طول عيروح لاجئ إلى بيان إن هو مختلف معك في الرأي يبقى أنا لو شكيت إن الكلام ده فيه محاولة للانتقاص مني أسأل زي ما حضرت النبي قال إنما شفاء العي السؤال اللي عنده حاجة مدايقية حاجة وجعة يسأل يبقى الحوار وخاصة قضية السؤال تالت حاجة نعالج فيها مسألة الرفض إن إحنا طول الوقت بقدر الإمكان إن إحنا نفسنا نهيئ نفسنا ونزيد ثقافتنا بإن مش كل الناس لازم تقبن إيه ده بس أنا شايف إننا لو أنا كويس وأنا طيب لازم الناس كلها تقبن دي قاعدة مش صحيحة في الحياة أبدا مش كل الناس لازم تقبل كل الناس كويسة ليه طيب عشان فيه اختلاف وفيه الناس بتشوفوا الأشياء من رؤى مختلفة فهيئوا أنفسكم إذا كنتوا عايزين تقللوا واجع الرفض عليكم واجع وأزاع على نفسكم استقبلوا استقبلوا هذه القاعدة برحبة صد ليس من الضرورة وإن كنتوا طيبا وإن كنتوا صالحا وإن كنتوا خيرا وإن كنتوا مصيبا أن يقبلني كل الناس وده معناه إيه؟ إن أنا أتيحني الناس فرصة إنهم تختلف معا أوقات كتيرة اللي بيخلي الناس ما ترفضنيش إن هي تلاقيني مستقبل إن أنا أتنوع معا إن الناس بتبقى في كتير من الأوقات بتضطر إن هي ترفضني كأداة لحماية أنفسها لما أنا أرفض إنهم يختلفوا معايا مسألة بيهدوء كده هيقوا أنفسكم وهيقوا مشاعركم إن أنتوا تقبلوا الخلاف مع الناس وإن أنتوا تعتبروا إن الرفض مش مجرد الرفض ومجرد الخلاف ده نوع من أنواع المهانة تخيالي كده تخيالي كده لما الزوجة لما زوجها يختلف معاها ما تحسش إن هي زوجها بيقل منها ولا بيحسسها إن إنسانة سازجة ولا إن هي مش حسنة التفكير ولا هو لما هي تقوله والله أنا شايفة إن إحنا ممكن نفكر بطريقة مختلفة إنهم يحسش إن هي بتقوله على فكرة أنت شخص أفقك ديق لو حصل ده كله المسائل كلها تختلف ويا سلام بقى لو حطنا إجراء رابع مع الإجراءات اللي إحنا قلناها الحوار والسؤال وكمان قبول ثقافة الاختلاف بشكل كبير إحنا ممكن نحط عليها إجراء مهمة قوي قوي إيه هو إن إحنا نأجل الأشياء اللي فيها رفض والأشياء اللي فيها حرارة إلى موعد قريب نتفق عليه ونتكلم فيه مرة تانية ونطرح الأشياء مرة تانية لإني مجرد تغيير الوقت في الأشياء اللي فيها رفض وخاصة ما بين الزوجين ممكن ترجع الوقام لإن الظرف نفسه بيبقى مختلف وساعات بتبقى النظرة مختلفة وساعات لما القلوب تكون منشرحة والنيات صافية الله سبحانه وتعالى يرسل مدد على العيون فترى الخلاف وترى الأشياء المرفوضة بعين المودة والرحمة يا رب جعلنا دايما من الذين يعيشون بالمودة والرحمة مع أهليهم ولا يقعون في الرفض حتى لا نجرح القلوب ودائما نكون من أهل جبر الخواطر يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر